أعلن مجلس قضاء هيت تحرير ثلث مساحة القضاء من قبضة داعش وقال رئيس المجلس محمد مهند الهيتي إن المناطق التي تم تحريرها بمختلف المحاور هي منطقة السكلات ومحطة القطار ومنطقة المعمورة ومدرية شرطة هيت ومناطق واسعة في القاطع الجنوبي الشرقي للقضاء مبينا أن القوات أصبحت على مشارف مناطق مركز المدينة سير المعرك في هيت بعد تحرير المعمورة نتابعها مع مراسلنا معد الضيغم لليوم الرابع على التوالي من انطلاق العملية العسكرية لتحرير قضاء هيت استطاعت القوات العراقية المشتركة تحرير منطقة المعمورية جنوب غرب مدينة هيت من قابضة تنظيم داعش وتمكنت من تدمير سبع سيارات مفخخة معمورة حقيقة هي موقع مهم لأنه منطقة مشرفة وتعتبر هي المدخل مال المدينة وطهرناها بالكامل دسوا علينا سبع مفخخات والكل انقبرت في محلها ما عدا عجلة لوري وكانت هذه على مقربة من قطعاتنا القوات العراقية لم تواجه مقاومة تذكر فقد دفع داعش بعض الأطفال الذين يقودون سيارات مفخخة لإعاقة تقدم الوحدات العسكرية العراقية ما لقين أي قوة بس سيارات مفخخة ومفخخ الشوارع واحزة مناسفة للعلم هذه السيارة هنا برحة انفجرت بها ولد جاهل تقريبا عمره 14 سنة يعني 14 سنة اللي يفجر نفسه وحتى منفجر نفسه يعني شافوه بالعينة مجرد كان مرتبك يعني كان مرتبك يعني مثل اللي ما يعرف الشهوية القوات الأمنية ناشدت السكان في مدينة هيت والذين يقدر عددهم بنحو 20 ألف مواطن الابتعاد عن مواقع تجمعات داعش والالتزام بالتعليمات الموجهة إليهم حتى يتسنى إجلاؤهم عن مناطق الاشتباك نطلب من هوانا وأهلنا في قضاء هيت أن يبقوا في منازلهم يتجنبوا النيران يتعاونوا مع القطعات بالتوجيهات اللي رات تصدر إلى المحاور اللي يمكن من خلالها أن يتقربوا إلى القطعات ويمكن خلالهم تقديم مساعدة لهم يعد قضاء هيت بحسب مراقبين من أهم المعاقل الرئيسية لتنظيم داعش في محافظة الأنبارة وبتحريره سيزول الخطر الذي يشكله التنظيم على مدينته الرمادي وحديثة معاذ ضيغمي أخبار الآن الأنبار